للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من لوتسك الدكتور غيث أحمد مناف عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني دكتور أهلا بك ومرحبا في هذه الأثناء تستقبل أوكرانيا وتتوعد بعديد من الأسلحة في مختلف مستوياتها العسكرية دبابات وطائرات وغيرها هل انعكس هذا الدعم العسكري من الجانب الغربي لأوكرانيا على أرض المعارك من خلال تكثيف الجانب الروسي لهجماته الصاروخية تحية طيبة لك شيما بالفعل القوات الأوكرانية تتلقى الكثير من الدعم اللوجستي والعسكري لتفادي ما يسمى بالتوغل الروسي من المناطق الجنوبية وأيضا تحسبت لأي هجمات أو محاولة غزو المناطق الشمالية بعد هروبهم من يوم 28 من شهر الثاني لعام 2022 بالفعل المزيد من هذه المساعدات تأتي ضمن حزمة مساعدات أطرقت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 2.3 مليار دولار شملت أيضا مجموعة من الصواريخ بعيدة المدى وأيضا صواريخ يمكنها أن تطلق من الأرض إلى المنطقة الأخرى من المحور الذي يشهد المعارك العسكرية بمقارب 150 كيلو مترا وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الصواريخ دقيقة للغاية بحيث يمكنها المناورة وأيضا رصد الأهداف بصورة سريعة وتتراوح مدى الخطأ 1% من الهجمات العسكرية أيضا هنا في الأراضي الأوكرانية طالب رئيس الحكومة الأوكرانية سيد فلادمير زينيانسكي الدعم الكبير من التحالف الدولي بالإضافة إلى إرسال الدبابات بصورة سريعة وأيضا أكد بأن القوات الأوكرانية هي اليوم تتدرب في المملكة المتحدة البريطانية على دبابات تشالنجر 2 التي سوف تم إدخالها في القريب العاجل بالإضافة إلى حزمة المساعدات من الدول البرطيقة التي شاهدناها بشكل كبير جدا وهو من إدخال المساعدات العسكرية والمعدات وأيضا الدعم اللوجستي لحين وصول الدبابات كما هو الماترف بها إلى جانب هذه الدبابات وزير الدفاع الأوكراني يقول بأن بلاده بحق لمئات الألاف من الطائرات المسيرة لمواجهة الجيش الروسي إلى أي مدى ميدانيا تحديدا سينعكس وصول هذه الطائرات المسيرة للجانب الأوكرانية على أرض المعارك؟ نعم بعد أطروحة سيد وزير الدفاع قامت أحدها الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية بعرض إرسال الطائرات وبسار قيمة جدا رخيصة وهي تعادل واحد دولار لكل طائرتين وسيارتين من النوع الجيل الثاني القديم الذي كان يستخدم من قبل القوات الأمريكية في حرب أفغانستان وأيضا في حرب العراق هذا كما زعمت هذه الشركة بأنها سوف تمد قوات الأوكرانية بكل المعدات العسكرية في حين قبول البيت الأبيض وأيضا البنتاجون أو تلك العرض المبرم كما هناك إشارة مهمة جدا بأن صندوق النقد الدولي وأيضا الخزانة الأمريكية قد نقلت بعض من المبالغ أو بعض من الأصول الروسية لأحدى الرجال الأعمال الروسيين إلى وزارة الخارجية الأمريكية في خطوة مهمة جدا لعادة أعمار أوكرانية حتى يتم عادة الأعمار الأوكراني من تلك الأصول الروسية إذن هناك حزم جديد من العقوبات التي أطرقت على الحكومة الروسية بالإضافة أن أوكرانيا سوف تستفاد كثيرا من تلك العقوبات كما أن التصريحات الروسية هي لا تؤثر في الحقيقة على أجواء المعارك في داخل أراضي الأوكرانية حيث تؤكدت هيئة الأركان العسكرية على أن هناك في الدستور الأوكراني الحق من الدفاع عن كافة الأراضي الأوكرانية ومن ضمنهم شبه جزيرة القرب وأن هذه التصريحات التي يبدي بها متبيدف بصورة مستمرة هي لا تؤثر على سير المعارك العسكرية ولكن تحذر وزارة الدفاع الأوكرانية بصورة مستمرة أشركاء الغربيون من تسريع ووتيرة إرسال المساعدات العسكرية لضمان عدم استخدام الضربات الصاروخية أكدت أيضا وزارة الدفاع البريطانية في حال محاولة القوات الروسية تقول بأن التصريحات الروسية لا تؤثر على سير المعارك بالنسبة للجيش الأوكراني وزارة الدفاع البريطانية تقول بأن عزلة مدينة بخمت الأوكرانية أخذ في التزايد بعد إحراز القوات الروسية تقدم ماذا عن تفاصيل هذه المعركة وهذه المدينة تحديدا؟ نعم أنا كنت أرغب باسترسال تلك المعلومة وزارة الدفاع بالفعل أكدت البريطانية أكدت بأن هناك عزلة لمدينة بخمت ولكن وزارة الدفاع الأوكراني وهيئة الأركان العسكرية الأوكرانية تصر على كلامها بأن القوات الأوكرانية هي ما زالت متموضعة في المناطق والأرجاء المحيط لمدينة بخمت هناك معارك شرسة أكدها الرئيس الأوكراني بأن هناك معارك شرسة جدا في منطقة بخمت ولكن محاولات التوغل إلى تلك المدينة هي من الأمر الصعب جدا كون أن القوات الأوكرانية هي ما زالت متمركزة في دفاعاتها الأرضية وأنها مسيطرة نوعا ما ولكن بحاجة إلى المعدات العسكرية ليتم بالفعل الهجوم الربيعي أو ما يسمى بالضربة المتحدة الأوكرانية نعم معركة الربيع المقبلة بالطبع الدكتور غيث أحمد مناف عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني كنت معنا بالصوت والصورة من لوتسك شكرا جزيلا لك